اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين زار سوريا في الاشهر الستة من العام 2019 مليون وتقريبا 200 الف زائر وزير السياحة السوري يؤكد للميادين ان القطاع يتجه ليكون ثانية اكبر مصدر للعملات الاجنبية في الخزينة وان نتائج خطة 2030 السياحية قد تتحقق قبل مواعيدها السعودية والامارات ترفضان دفع مساهمتهما المالية المخصصة لليمن في اطار مؤتمر المانحين والامم المتحدة تحذر من ان يؤدي نقص التمويل الى تفاقم الازمة الانسانية وفي النشرة ايضا الجمعية البيئية تتهم الرئيس البرازلي بالتسبب في حراء غابات الامازون وبولسونارو يتهم الرئيس الفرنسي بالتعاطي من خلفية استعمارية بعد دعوته الى اعلان حالة الطوارئ العالمية لانقاذ الغابات اهلا بكم اكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني ان موسم السياحة لهذا العام يبشر بالخير وانه حقق ارقاما لافتة ومشجعة ولم تكن متوقعة وكشف مرتيني ان عدد السياح والزوار بلغ في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي نحو مليون ومائتي الف سائح اذا اردنا الحديث عن القدوم الاجنبي السياحة الخارجية فهي حتى الان ارقام خجولة بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل عام 2011 لكننا وصلنا خلال عوام 2018-2019 الى ارقام كبيرة تعززت في الـ 2019 بازدياد القدوم الى سوريا الزيارة بشكل عام والسياحة خصوصا الى ما يقارب 72% زيادة عن العام 2018 زار سوريا في الاشهر الستة من العام 2019 مليون وتقريبا 200 الف زائر مرتيني اكد ان القطاع الفندقي استعاد عفيته بعد الاضرار التي تعرض لها وان نسبة الاشغال بلغت 100% مشيرا الى ان ذلك سيسم في عودة تنشيط الحركة الاستثمارية السياحية القطاع الفندقي كان من القطاعات السياحية الاكثر تضرورا فعودة النسب الاشغال تؤدي الى تجدد الاستثمارات لدينا بدايات طيبة لعودة الاستثمار انا كنت في جولة مؤخرا في عدد من المحافظات السورية هناك عودة لاستئناف للنشاط الاستثماري هناك لدينا مشاريع متعددة في دمشق في ريف دمشق في حلب ولفت مارتيني الى ان وزارته وبتوجهات من الحكومة السورية ترمي الى تحقيق اهداف خطة النهوض بالقطاع السياحي حتى عام 2030 من جملة المرامي التي تسعى اليها الوزارة في خطة القطاع السياحي 2019-2030 نسعى خلال عشر سنوات وبشكل متدرج ليستعد هذا القطاع دوره الاساسي كقطاع تنموي القطاع الثاني بعد قطاع النفط في تمويل الخزينة بالعملة الاجنبية هكذا كان الحال في العام 2010 نسعى الى الوصول الى حالة من الانتعاش المتكامل وتوزع الاستثمار وعودة الخارطة التعليمية والتدريبية وانماط السياحة المتعددة الثقافية والبيئية والعلاجية والدينية وكل انماط السياحة خلال عشر سنوات هذا الحوار الاقتصادي الخاص مع وزير السياحة السوري تتابعونه كاملا يوم السبت الساعة الخمسة والنصف مساء بتوقيت القدس الشريف كشفت صحيفة دايلي تليغراف البريطانية ان السعودية والامارات ترفضان دفع المعونات المالية الضرورية لليمن والتي تعهدت بتزديدها خلال مؤتمر للمانحين عقد منذ ستة اشهر وقالت الصحيفة في تقرير ان غالبية الدول المانحة اوفت بتعهداتها ودفع بعضها اكثر مما تعهد به الا ان السعودية سددت 127 مليون دولار فقط فيما سددت ابو ظبي اقل من 16 مليون ما يعني انهما تتركان اليمنيين للموت المحتم وحذرت الامم المتحدة من ان يؤدي نقص التمويل الى خفض حصص الطعام ل 12 مليون يمني اكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية انه سيتم صرف دفعة من الرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام ويتزامن ذلك مع انتهاء ازمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية واسرائيل وقال اشتية انه سيتم دفع 60% من راتب هذا الشهر اضافة الى 50% استكمالا للشهر الاول الذي بدأت فيه الازمة المالية النتيجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لاموال الفلسطينيين واكد ان الحكومة توصلت الى تفاهمات حول ضريبة المحروقات مع اسرائيل وستبدأ باستراد البترول من دون هذه الضريبة وفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عقد قرد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانشر القرار في الجريدة الرسمية حيث تحددت قيمة العقد الموقع بين مصر وصندوق النقد العربي بواقع 780 مليون و700 الف دينار عربي حسبي وهي عملة الاساس للصندوق أعلنت الصين أنها ستفرض رسومة جمركية على وردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من الأول من أيلو سبتمبر وحتى منتصف كانون الأول ديسمبر وبحسب مكتب الرسوم الجمركية الصيني ستراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 15% على نحو 5100 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة وذلك ردا على خطة واشنطن في زيادة الرسوم الرئيس البرازيلي ينتقد اختراح الرئيس الفرنسي اعتبار مناقشة حرائق الأمازون أمرا ملحا وطارئا ويتهم الجمعيات البيئة بافتعال الحرائق بهدف إسقاطه ورئيس الوزراء الإرلندي يقول إن بلاده ستعرقل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركسور إذا لم تتخذ لبرازيل الإجراءات اللازمة لحماية غابات الأمازون أيمن فاضل أكثر من 72 ألف حريق اندلعت في الغابات التي تنتج 20% من الأكسجين الذي يتنفسه العالم منها 9500 حريق ضخم خلال الأيام القليلة الماضية ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دعوة لإعلان حالة الطوارئ عالميا لإنقاذ رئة الأرض لكن يبدو أن اندفاعة الرئيس الفرنسي لم تعجب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي وصف تغريدته عبر موقع تويتر بأنها تحمل ميولا استعمارية مجددا انتهامه للجمعيات البيئية بافتعال واحد من أضخم الحرائق في التاريخ لإسقاطه تصريحات بولسونارو آثارت استياء الجمعيات البيئية الخبير في منظمة جرين إنشياتف البرازيلية أزفالدوستيلا قال إن بولسونارو شبه المنظمات البيئية برجل يحرق منزله ليشعل سيجارة وهي وسيلة لتشتيد الانتباه عما يجب أن يفعله رئيس البلاد أي عبر تعزيز إجراءات الرقابة بدل إطلاق يد الشركات لاستغلال الغابات وتدميرها يشار إلى أنه منذ تولي بولسونارو منصبه مطلع العام الحالي خفف إجراءات الرقابة على أنشطة قطع الأشجار في الغابات وأبدأ وزراؤه تعاطفهم مع الشركات المحلية والأمريكية التي يحاول السكان الأصليون وقف أعمالها في مناطق سكانهم سأبدل آخر قطرة من دمي في محاولة إنقاذ هذه الغابات إنهم يقتلون الحياة والعالم لا يرى الضرر الذي يحصل هنا الرجل الأبيض يريد القضاء على غاباتنا ونحن سنحمي منطقتنا والحيوانات والأشجار التي فيها وتؤكد وكالة إنقاذ البيئة البرازيلية التي خفض بولسونارو ميزانيتها بواقع 23 مليون دولار أن الغابات التي تصل مساحتها إلى 5 ملايين ونصف مليون كيلو متر مربع هي الدفاع الأخير لمواجهة تسارع ارتفاع درجة حرارة الأرض وكان مدير المعهد الوطني لأبحاث الفضاء قد طرد من منصبه بعدما دفع عن بيانات الأقمار الصناعية التي أظهرت أن إزالة الغابات كانت أعلى بنسبة 88% في حزيران يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي أعلن ريكاردو موريال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ المكسيكي أن المجلس لن يصادق على اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتعلق بدولة ثلثة آمنة ومن شأن هذا الاتفاق أن يجبر مئات الألاف من المهاجرين على طلب اللجوء في المكسيك وكانت المكسيك قد وافقت في حزيران يونيو على خفض تضفقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة تحت تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية عقبية وتم منح المكسيك مهلة 90 يوما لإظهار تقدم نشرت خلالها المكسيك 25 ألف عنصر أمني على طول حدودها وتنتهي المهلة في الخامس من أيلول سبتمبر أمل روبرت كابلان رئيس البنك الاحتياطي الاتحدي في دولاس تفادي خفض آخر لأسعار الفائدة في أيلول سبتمبر وقال إن هذه الخطوة كانت ضرورية في تموز يوليو الماضي فقط وكشف كابلان في حديث صحفي أن التوقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام تبلغ نحو 2% لكنه يراقب ضعفا في قطاع الصناعات التحولية وتباطؤا في النمو العالمي توقع الكونغرس الأمريكي زيادة العز في ميزانية الولايات المتحدة في السنة المالية المقبلة إلى تريليون دولار أما في السنة المالية الحالية التي تنتهي في تشرين الأول أكتوبر فتوقع أن يصل العز إلى 960 مليار دولار ويرى مدير مكتب موازنة الكونغرس أن الاتفاق الذي تم بين ترامب والديمقراطيين بشأن زيادة قيمة الموازنة سيضيف عزا بقيمة تريليون و700 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من مخاطر اعتماد صناعة الفحم في روسيا على الأسواق الخارجية بشكل كبير وقال خلال اجتماع حكومي أن الاستهلاك المحلي من الفحم ارتفع إلى 180 مليون طن العام الماضي وحده فيما تم تصدير 210 مليون طن محذرا من المخاطر التي تنتج عن الاعتماد على الأسواق الخارجية واللسيما عندما تتقلب هذه الأسواق هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة